اشتركوا في القناة حيث كان والده مدارسا بزاوية تدارت وقاضيا بها تلقى احمد الدغرني تعليمه الاولي بمسقط رأسي ثم تابع دراسته الاساسية بمعهد تزنيد ثم معهد تارودانت وحصل على البكالوريا بمعهد ابن يوسف بن مراقش ثم انتقل الى جامعة فاس حيث حصل على اجازة في الادب بعدها وعلى اجازة في القانون بجامعة محمد الغمس في الربا ليشتغل في سلك محمد بهيئة الرباط من المطلع السبعينيات انخرط في العمل السياسي والنضالي منذ شبابه وكان عضوا نشيطا بالاتحاد الوطني لطلبة المغرق يعد احمد الدغرني من رواد الحركة الامازيغية واحد رغوزها ساهم في الدورات الاولى للجامعة الصيفية باكدير استغل في جمعية تمينوت ويعد احد مؤسسي الكونكريس العالمي الامازيغي ومنسق للمجلس الوطني للتنزيق بين الجمعيات الامازيغية وشارك في المؤتمر الدولي لحقوق الانسان بفين سنة 1993 وكان ذلك حدثا مهما في التعريف بالقضية الامازيغية على الصعيد الدولي وهو مؤسس الحزب الديمقراطي الامازيغي المغربي سنة 2005 احمد الدغرني له مؤلفة عديدة في مجالات الادب والتاريخ والسياسة والقانون والامازيغية كما انه من اسس جريدتي امزداي وتمازيغ واشتغير احمد الدغرني طهلة مصاره النضالي والمياني بدفاعه الشرس عن الامازيغية وحقوق الانسان ومعتقلية الرأيية من هنا اتيجاء جايجان الكلام المفيد ولكنني لقمنا مثلا نقولين من دنيا يتربطت صغرات اختمازيغ لكنني مثلا نقولين يعني مثلا نتدات نايتعدين ينوصف نأيت واهمران الروساتي السنن الروساتي السنو الورق قسلت دولا ولا يوجد أفضل ويقفت بأفضل من أغلقه ويقفت بأفضل سنة ويقفت بأسفل بالتأكيد من أجل السلطة فرد من الأمر ويقفت بأسفل ويقفت بأسفل فرد شراء ما هو سنة ومعهى وجدت بأسفل ويقفت بأسفل للتدول وحتى بالقناة ينبغينا في بلد لكن المدرسة العمومية ففي الزيارة الصغر المقارب لذلك يتم يتعطي القبر آخروا بأنه يستطيع القادمة ويستطيع القدرة ويستطيع القدرة اشتركوا في القناة